يعني زمان الأطفال كانوا بيلعبوا على ألعاب كده لطيفة يجروا يعملوا حاجات لطيفة يبدوا أن الألعاب دي ما بقيتش موجودة اللي هو بقى نلعب كده الأولى والاستغمية ونجري ورا بعض والحاجات البسيطة دي يعني كانة وولا لكن دلوقتي بقى فيه لعبة الحقيقة منتشرة وموجودة ما بين الأطفال اللعبة فكرتها إيه؟ فكرتها أنه بيكتم نفسه بيقعد على أرفصها كده على رجله لتحت زي سكواد زي التمرين زي ما أنتوا شايفين ويقعد ويكتم نفسه خالص ما يطلعش ويفضل لشوية كده ثانية بحيث أنه النفس بيطلع الأكسوجين ويتبقى ثانية أكسيد الكربون وبعدين ده ممكن يخش المخ لو توقف طبعا لما بيعمل دي ما بيوصلش خلاص أكسوجين للمخ فلو حصل ده ده ممكن يتعرض لمشاكل كتيرة جدا حاجات بقى كتيرة بنسمعها ممكن غيبوبة حد يغم عليه حد يحصل حاجة عنده في المخ جلطة ودول أطفال مشكلة أنه احنا ما بنعرفش الأطفال أحيانا بيلعبوا إيه يكون في النادي في المدرسة عند صاحبه ماسك جهاز التليفون أو الآيباد وشغل مع لعبة تديه أوامر بالحاجات دي أو مع صحابه أو يتحدى صحابه لازم ننتبه لده علشان كده إحنا في التسعة قررنا أن إحنا نتكلم في الموضوع ده ونشوف إلي بيحصل معانا فيه ضيافاتنا في التسعة دكتور محمد عواد أستاذ المخ والأعصب بسأل خير يا دكتور بسأل خير يا دكتور حياة موضوع عجيب طبعا يعني عجيب أنا عايزة أحط لحضرتك الصور وتقولي إيه اللي ممكن يحصل بالضبط للأطفال اللي هما مش مدركين يعني الصورة هي عندك على الشاشة ودي أطفال كلها بتكتم نفسها قولي بقى إيه اللي بيحصل طبيا وطبعا إحنا لازم نفهم أن اللعبة دي أو الحركة دي بتعتمد على أن أنا بعدل من جودة الدم اللي رايح للمخ المخ ده عشان يشتغل عايز دم والدم ده فيه عناصر من أهمال أكسجين وفيه عناصر تانية زي ساني أكسيد الكربون فلو أنا وقفت الدم اللي رايح للمخ أو خليت الدم ده نسبة الأكسجين فيه قليلة طبعا المخ ده توقف عن العمل والإنسان بيجيله زي فقدان السيطرة كده أو إغماء خفيفة هي ده الفكرة في اللعبة دي فالأولاد اللي بيعملوه ده بيخلوا الدم اللي رايح للمخ مفوش أكسجين عن طريق أن أنا بحس بالسنافسي وأن أنا قبل ما أحبس نفسي ده بقلل نسبة الأكسجين اللي موجودة في الدم عن طريق أن أنا بأخذ أنفاس متلاحقة وبعدين حد بيمنعني لأن أنا مفروض طبيعي لا إرادية لما الأكسجين في دمي حيقل الجسم هيعمل بعض التفاعلات اللي هما بيقفوا يمنعهم من فوق يعني خلينا شباب ناخد الصورة تانية يعني أنا شايفة اللي وقفة دي بقى بتكتم نفس الولد أو البنت عشان ما يطلعش بقى بقية النفس ده نوع من نوع الخن فكده الدم رايح للمخ بس مش محمل بالأكسجين الأطفال بيعملوا إيه أصلا يعني إيه اللي بيحصل يعني إيه المتعف ده ما هو ده تغير سلوكي عند الأطفال هم ليه الأطفال بيعملوا كده هم بيدوروا على حاجة غريبة الفكرة الحاجة الغريبة دي جات لهم منين وليه بيعملوها وبيقلدوها وإيه العائد منها ده بقى المفروض الناس الاجتماعيين يشوفوا القصة دي